جذبت كالينجراد الانتباه بالتزامن مع انشغال العالم بأزمة أوكرانيا فقبل أيام قررت لتوانيا عدم السماح للبضائع الروسية التي تخضع للعقوبات الغربية بالعبور إلى كالينجراد قرار أخضب روسيا التي منحت الاتحاد الأوروبي فرصة لحل الأزمة وإلا فإن موسكو ستزيل العراقين بنفسها وفق تعبير مسؤولها فما أهمية هذه المنطقة؟ تقع كالينجراد على بحر البلطيقة وتحدها كل من بولندا ولتوانيا وتبلغ مساحتها 223 كم مربعاً ويقدر عدد سكانها ب450 ألف نسمة لكن لا يمكن الوصول إليها من الأقالم الروسية الأخرى براً إلا عبر لتوانيا ورثت روسيا هذه المقاطعة من الاتحاد السوفيتي ومع انضمام دول البلطيق إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004 اتفق على عدم عرقلة لتوانيا لحركة النقل بين المقاطعة وسائر الأقل بروسية الأخرى وبالتزامن مع الأزمة المستجدة ارتفعت الأصوات داخل روسيا للدفاع عن أرض كالينجراد ومن بين المواقع الأكثر حساسية في المنطقة هي ما تعرف بفجوة سوالكي يربط هذا الممار بين كالينجراد وبيلاروسيا ويمتد على طول 65 كم ويعد الممر البري الوحيد من أوروبا الوسطى إلى دول البلطيق الثلاث التصعيد الأوروبي من بوابة لتوانيا مع روسيا ليس خطوة تكتيكية وفق المراقبين لبل يرى هؤلاء أنها خطوة متسرعة فكالينجراد تعد القاعدة الرئيسية لأسطول البلطيق الروسي وللفيلق 11 وتنشر فيها موسكو أنظمة صواريخ متطورة من بينها تلك القادرة على حمل رؤوس نووية